يعني والله في إحدى الحلقات أقول الحمد لله الذي لم يعطني ما تمنيت يعني أنا كنت أتمنى في بدايات عزلتي هذه أن يفرج عني مباشرة وأعود إلى حياتي ولكنني الآن والله لا أتمنى لو أن ذلك حصل لأنني بفضل الله تعالى تخلصت من بعض الشوائب في نفسي يعني أذكر أنني كنت أقر عقليا بقدر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله وحكمة الله لكن قلبيا هناك ما يحيك في الصدر الإنسان أحيانا يتساءل عن بعض الأقدار في نفسه شيء منها وإن كان مسلما عقلا بفضل الله خرجنا من هذه المحنة مسلمين قلبا وقالبا عقلا وشعورا ومن جميع النواحي وانتزع من نفسي تماما التفكير في أفعال الله عز وجل على سبيل التشكك وإنما أصبح كل هم ما واجبي أنا في البلاية ماذا يريد الله عز وجل مني أنا على مستوي أنا كأياد وأيضا في نفع من حولي من الناس وهذا كان من أعظم المنافع التي حصلتها من تلك التجربة فكتاب حسن الظن بالله يعني أحسب أنه إن شاء الله خرج بلغة إن شاء الله تكون صادقة لأنه كنت أحتاج هذا الكلام لنفسي أولا قبل أن أفض به على الناس ترجمة نانسي قنقر